نقلت وسائل أعلام عراقية عن مصادر محلية قولها أن العشرات من مقتلي داعش سقط بين قتيل وجريح إثر غارة جوية نفذتها مقاتلة تابعة للتحالف الدولية وذكرت المصادر أن الغارة استهدفت رتلا لداعش حاول استهداف القوات العراقية المتمركزة في منطقة مخمور في محافظة مينوى وكانت المصادر ذاتها قد قالت أن التحالف استهدف يوم أمس عددا من المصارف في الموصل بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود أموال تابعة للتنظيم في تلك المصارف تصل قيمتها إلى حوالي 23 مليون دولار